بسم الله الرحمن الرحيم أعلن ومرحبا بكم مع هذا الخبر الجديد والمنشور في أكثر من جريدة رسمية وغير رسمية وهو هدية من البرنامان المصري بتقدم هذا البرنامان وكيل البرنامان بالتحديد بمشروع لزيادة حسة الفرد في بطاقة التموين من خمسين جنيه إلى ميد جنيه ده موضوع نرضى على قناة مصادر الحياة إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة فرجاء الضغط على سبسكرايب الزر الأحمر أو الاشتراك فعل زر الجراز حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناة مصادر الحياة قناة مصادر الحياة تتم بما هو يهم حياتنا في شتى المجالات وفي شتى المواضيع إذا عجبك فيديوهاتنا لا تبخل علينا بلايك شير ولا تنسانا من الدعاء بالتوفيق كي نستمر في تقديم هذه الخدمة على قناتنا والموضوع كما آآ هو منشور بأنه تقدم تقدم وكيل مجلس النواب باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما كل فرض من آآ في بطاقة التنمين من خمسين جنيه للفرض إلى ميت جنيه. ذلك بيتم بعد التواصل مع الحكومة واجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم آآ مؤكدا آآ ان مشروع القانون آآ سيكون هدية لمن البرلمان للشعب المصري العظيم. وآآ النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب تقدم بهذا الاقتراح من اجل رفع ما يستحق الفرض من خمسين إلى ميت جنيه. وفيما اعلنت وزارة التومين والتجارة الداخلية السلساء الماضي استمرار مكتب التومين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودت من ثابت احقياته للدعم تنفيزا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية. وانه خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى امس الاسنين تم عودة مليون وتمنمائة الف فرض على بطاقات التومين لصرف السلع التوميني. وانه جاء ايضا تلقي التظلمات لاي مواطن يرى احقياته للدعم من خلال مكاتب التومين في مختلف المحافظات. من المعروف انه اه قد اه تم حزف الكسير ممن اه تم حزفهم وانطبق عليهم شروط الحزف من بطاقات التومين واحر منهم من الدعم. منهم اه من يمتلك سيارة موديل اه الفين وحداشر فاكسر. و اه كانت هذه العملية غير عادلة لان هناك سيارات قبل موديل الفين وحداشر و الفين وربعتاشر. تمنها يفوق سيارات موديل ما بعد الفين وحداشر. فلابد من مراجعة وحساب اه 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 تمن السيارة واخذه في الاعتبار ليس موديل السيارة فقط. ايضا الاستلاك الكهرباء الذي يزيد عن الف كيلوات في الشهر. وهذا ايضا قد اه يكون هناك خلل في هذا الحساب. حيث ان كثير اه من الناس اه على اسمائهم اكثر من عداد سواء عداد له او لاولاده او عداد اه او عدادات لشقق قد اجرت او اجرها لاصحابها اه لناس اخرين وما زال اه العداد القرباء باسمه. فهناك نظرة لآه تنقية هذه الاشياء وفتح باب تظلمات لمثل هذه الامور. حتى يتسنى لهؤلاء الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة. وآآ لا يحرمون من السلع التمويني. علما بان الجميع لن يحرم من آآ من استحقاقه في الخبز. فالجميع سوف يصرف له الخبز على بطاقات التموين. ده كان الخبر السريع والهام النهاردة على قناتنا مصادر الحياة. بتمنى آآ ونأمل ان يزداد آآ دعم الفرض من خمسين الى مية جنيه على بطاقة التموين. آآ تماشيا مع سياسة الحكومة لتخفيف الاعباء على آآ المواطنين مع ارتفاع آآ اسعار السلع الاساسية والخدمات ايضا. في النهاية بنتمنى للجميع ان يدعمونا بلايك شير. وايضا لا تبغل علينا بالاشتراك في القناة دعما منك لهذه القناة. وفي النهاية بنتمنى لجميع التوفيق والسعادة والسلامة. وهيا بنا نحيا الحياة مع قناة مصادر الحياة بالامل والتفاؤل. ونتمنى لمصر الامن والامان. اللهم احفظ مصر ارضا وسماءا وشعبا. والى ان القاكم فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.